اشتركوا في القناة هل تعلم أن الأنبياء يحبون أن يكونوا مع المؤمنين المتواضعين الذين قلوبهم منكسرة الأنبياء عليه السلام لا يحبون المتكبرين بل يحبون أن يكونوا مع المؤمنين المتواضعين الذين قلوبهم منكسرة لله تعالى الوسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا وأمتني مسكينا أي وجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين ليس معنى الحديث أن لا يرزقه الله كفايته لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأنه رزق كفايته قال الله تعالى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَمَعْنَ فَأَغْنَى أي أناله كفايته فهذا الحديث متفق مع الآية المسكين يطلق على معنيين الفقير الذي لا مال له يكفيه والمتواضع الذي ليس فيه تكبر ولو كان غنيا لا ينظر إلى الفقراء نظرة احتقار ولا يهينهم أو يسخر منهم وهذا الأخير هو الذي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بصفته وذلك لأن الأنبياء ينظرون إلى أن العباد كلهم تحت مجاري أقدار الله تعالى فالضعيف والقوي لا يتجاوز ما قدر الله تعالى له أولد رجل واحد من أم واحدة هذا يطلع نشيطا قوي الحركة وهذا يطلع ضعيفا بليد الزهن لماذا؟ ذلك لأن الله تعالى هو المتصرف بعباده كيف ما شاء فالأنبياء عليه السلام والأولياء يعرفون أن كل إنسان يكون تحت تصرف الله تعالى فأن رأوا إنسانا نشيطا ذكيا كان ذلك بعون الله تعالى والذين تكون حالتهم بعكس ذلك يعلمون أن الله تعالى قسم لهم بهذه الصفة فاحرصوا عباد الله على تصفية قلوبكم من الكبر من كان على هذا الخلق الزميم فليداوي نفسه الأمار بالسوء بخدمة الفقراء والمحتاجين وبترك التعال عليهم والالتزام بقبول الحق سواء كان صادرا من كبير أو صغير وحقير أو أمير إذ لا يخفى ما في منزلة التواضع من شرف عظيم وقدر رفيع كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم بل كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا في علو منصبه فما أعظم توفيقا من آمن به وصدقه واتبعه في كل ما ورد وصدر وما أعظم شقاء من كفر به وكذبه نسأل الله التوفيق للاكتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده آمين 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 شكرا